نبأ عاجل من صحيفة الموجز وتفاصيل انقلاب داخل الجيش الاسيوبي وحركات تمرد تهدد باختيال ابي احمد وعاجل توجيه صارم من رئيس سيسي بشأن المصابين الفلسطينيين ولا سلام بدون حقوق فلسطين مصر توجه رسالة نارية للعالم ووكالة الفضاء المصرية تكشف موعد اطلاق القمر الصناعي مصر سات اتنين وبيان عاجل وخطير من السعودية عد ما يحدث في فلسطين الان صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار وفجر زرار اللايك عشان توصلك فيديوهات ناول باول عاوزين نوصل 2000 لايك قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر وطني يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ في تفاصيل اول خبر معنا عاجل توجيه صارم من الرئيس السيسي بشأن المصابين الفلسطينيين قررت هيئة الاسعاف المصرية تسخير كافة امكانياتها لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح الى المستشفيات المصرية وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه في وقت سابق بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحة والمصابين من قطاع غزة مصدر معنا كان من صحيفة الموجز طبعا يعني اخوتنا الفلسطينيين يعني غليين جدا علينا وده يعني الدور الطبيعي لمصر في هذه الازمة واترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر لو حضرتها جيت للجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا ندخل على الخبر التالي ننتقل لخبر اخر معنا ولا سلام بدون حقوق فلسطين مصر توجه رسالة نارية الى العالم مصر اكدت انها لا ترى سبيلا لتحقيق الامن والسلام في المنطقة الا عبر نايل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروع واستقلال دولتها على قطوط الرابع من يونيو عام 67 واصماتها القدس الشرقية جاء ذلك في بيان جمهورية مصر العربية الذي القاه وزير الخارجية سامح شكري امام الجلسة العلنية لمجلس الامن التي عقدت امس الاحد لمناقشة الوضع في الشرق الاوسط مصر شددت على الاهمية العاجلة لتفعيل دور الرباعية الدولية التي لا غنى عنها لاحياء عملية السلام كما تسعى مصر بالتعاون مع كل من الاردن وفرنسا والمانيا في اطار صيغة ميونيخ لدعم جهود الدولية لاستئناف المفاوضات بجانب تطلعها للعمل البرناء مع الادارة الامريكية نحو هذا الهدف شكري قال في بيان مصر اننا نجتمع اليوم بعد مرور نحو ما يزيد على 72 عاما على بدء المأساة الفلسطينية ونحو 42 عاما على اطلاق مصار السلام في المنطقة الذي شهد في بداياته آمالا عظيمة بإمكان تحقيق السلام في المنطقة غير أن تلك الآمال تبددت شيئا فشيئا مع كل محاولة لم يكتب لها النجاح لوضع حد الاصراع الذي شهدت فيه القضية الفلسطينية انتكاسات متتالية فجعلت هناك مناخ الإحباط والاحتقان وهو ما وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم المصدر معانا كان من صحيفة الموجز وذا كان يعني بيان مصر في مجلس الأمن وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ويننتقل لخبر آخر معانا ونبأ عاجل تفاصيل وكلام عن انقلاب داخل الجيش الإسيوبي وحركات تمرد تهدد باختيال أبي أحمد كشفت تقارير معلوماتية عن وقوع انقلاب داخل الجيش الإسيوبي ووجود حركات تمرد تهدد باختيال أبي أحمد رئيس الوزراء وتأتي هذه الأحداث على خلفية اشتعال الحرب الأهلية في إسيوبيا واعتزام أبي أحمد ارتكاب مجازر جديدة في تيجري وقد أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بسبب ما يحدث في إسيوبيا ضد إقليم تيجري الذي شن ضده رئيس الوزراء الإسيوبي أبي أحمد حربا أهلية ما زالت مستمرة إلى الآن وزير الخارجية الأمريكي قال إن أمريكا تشعر بالقلق بالغ بسبب منع قوات العسكرية الإسيوبية وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من منطقة تيجري وبلينكين أكد رفض أمريكا قاطع للممارسات التي تقوم بها حكومة أديس أبابا في رسالة ذات لهجة أحد من السابق قائلا إن هذا السلوك غير المقبول يعرض خمسة واثنين من عشر مليون شخص في المنطقة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية لخطر أكبر ودعت الولايات المتحدة حكومتي إريتريا وإثيوبيا إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان توقف قواتهما في تيجري والكف عن هذا السلوك المستهجن بلينكين قال كما ندعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى الامتسال للالتزامات بموجب قانون الإنسان الدولي بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين والوقوف الفوري لجميع الأعمال العدائية والسماح بوصول الإغاثة إلى أولئك الذين يعانون والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة وقال كان سلوك قوات الدفاع الإليترية وقوات الأمهر الإقليمية فاضيعا بشكل خاص أكد إن استمرار وجود قوات الإليترية في تيجري يقود استقرار إثيوبيا ووحدتها الوطنية وأضاف ندعو مرة أخرى حكومة إليترية لسحب قواتها من تيجري لقد وعدت كل من السلطات الإليترية والإثيوبية مرارا وتكرارا بمثل هذا الانسحاب لكننا لم نشهد أي تحرك نحو التنفيذ وألقى بلينكين باللائمة على الإثيوبيين وقال كما نحث حكومة إثيوبيا على سحب قوات أمهر الإقليمية من منطقة تيجري وضمان عودة السيطرة الفعالة على غرب تيجري إلى حكومة تيجري الانتقالية ويجب على رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس أسياس محاسبة جميع المسؤولين عن الفضائع المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليم من تقل خبر آخر معنا ووكالة الفضاء المصرية تكشف موعد إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن هناك ثمرة جيدة للتعاون بين مصر والصين في مجال علوم الفضاء والتي تمثلت في تقديم الصين منحة في مصر لتصنيع القمر الصناعي مصر سات 2 والذي بدأت مصر فيه بالفعل في ستمبر الماضي 2020 ويتم الانتهاء منه في ستمبر 2022 وأضاف الدكتور محمد القوصي خلال تصريحات تلفزيونية أن تجميع القمر بالكامل سيكون في مصر بمركز تجميع الأطمار الصناعية والذي أوشك على الانتهاء وأشار إلى ملحة الصين تعد الأولى من نوعيها لأي دولة خارج الصين وأشار إلى أن العمل يسير بالتوازي بين مجموعة من المهندسين المصريين والخبراء الصينيين وضح إن هناك تقابلا غير مباشرا بين الخبراء المصريين والصينيين من خلال الأونلاين لتضييق احترازات الجائحة ولفت إلى أن القمر الصناعي سات 2 يتميز بأنه يحمل كاميرا ضوئية أي أنه له إمكانية التصوير في الضوء بقدرة تحليلية 2 متر تمكنه من التقاط صورة فضائية لأي دولة بالعالم وهو يساعد على البحث عن المعادن والمياه الجوفية واكتشاف أماكن التعدي على الأراضي الزراعية وتابع أن مصر لديها 18 متخصصا اشتركوا في تصنيع القمر من أوكرانيا وهي مجموعة فريدة ينضم لها مجموعة أخرى من المهندسين المصريين مصدر معانا كامل الموجز نتمنى إن شاء الله الخير لمصر ولكل المصريين ننتقل لخابر آخر معانا وبيان عاجل وخطير من السعودية عن ما يحدث في فلسطين الآن دانى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل ابن فرحان الانتهاكات للكيان الصهيوني الصارخة بحق الفلسطينيين شدد على أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها الأمير فيصل أعرب خلال اجتماع طارق لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص مستجدات الوضع حول قطاع غزة عن استنكار السعودية لاستيلاء الكيان الصهيوني على منازل الفلسطينيين في مدينة القدس وقال القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها وأكد الوزير أن المملكة ترفض رفضا قاطعا الانتهاكات للكيان الصهيوني مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتدخل بشكل عاجل لوضع حد لها وشدد على أن السعودية تدعو إلى وقف ثوري للتصعيد الكيان الصهيوني الحالي وأبدأ بانفرحان مجددا دعم السعودية لمبادرة السلام العربية ولكل الجهود الرامية إلى التقدم في تطبيقها وأشار إلى أنها ضمنت حقوق الفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس المصدر معانا كان من صحيفة العربية وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر معانا وخبر صار لكل مصريين استبدال بعض العربات القديمة في قطارات مصر بعربيات روسية جديدة أعلنت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب أربع قطارات تعمل بين الإسكندرية والقاهرة والأكسر والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية بدلا من العربات العادية بحيث يضم كل قطار 11 عربة اعتبارا من يوم الاثنين مع مد مدة قطارين لمحطة الأكسر بدلا من محطة سهاج بدءا من 5 يونيو المقبل وذلك كالتالي أولا استبدال عربات قطار 27 القاهرة الإسكندرية اعتبارا من اليوم واستبدال عربات قطار 158 الإسكندرية الأكسر اعتبارا من غد الثلساء واستبدال عربات قطار 157 الأكسر الإسكندرية اعتبارا من بعد غد الأربعاء ورابعا استبدال عربات قطار 118 الإسكندرية القاهرة اعتبارا من 20 يونيو القادم خامسا مد سير قطاري 974 و975 من القاهرة للأكسر اعتبارا من يوم 5-26-21 على أن يقوم قطار 974 من القاهرة إلى الأكسر الساعة الخامسة والنصف صباحا بنفس التركيب ويعود 6-26-21 بقطار 975 من الأكسر إلى القاهرة بحيث يقوم الساعة الثامنة صباحا المصدر معانا كان من الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ويجينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم عبد الله الفئير إسلام الأمير إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته